ليندا في بداية الحلقة قالت النهاردة جو يعني برد شوية لكن برد يعني مش صعب قوي وقالت إن فيه تقلوبات جوية من بكرة فغاليا نروح لليندا نعرف منها آخر أخبار الطاقس وكمان هيئة الأرصاد بتتوقع إيه النهاردة ليندا النهاردة يا جمانة زي ما أنت قلتي طاقس نوعا ما كويس بالبكرة بقى هيبقى فيه حالة من عدم الاستقرار وهتفضل موجودة لحد يوم الحد لحد يوم الحد يعني ويكيد بداء من يوم الاثنين الدنيا تتحصل آه حقيقة الأرصاد الجوية بتتوقع إنه النهاردة الطاقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وهيكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومائل للدفئة على شمال الصيد وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصيد بالليل الجو هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة النهاردة هيكون فيه شبورة مائية الصبحة على طرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء والشمال الصيد خلونا دلوقتي مشاهدين نصارد مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة ونبتديها من القاهرة بتسجل العظمى في القاهرة 20 والصغرى بتسجل 10 الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 11 سيوى العظمى 19 والصغرى 6 فوسعيد العظمى 18 والصغرى 11 ضمياط العظمى 18 والصغرى 10 الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10 والسويس العظمى 20 والصغرى بتسجل 10 هنروح لعريش العظمى فيها 18 وصغرى 11 سان كاترين العظمى 16 وصغرى 4 طابق العظمى 21 وصغرى 14 شرم الشيخ العظمى 24 وصغرى 16 الغرداء العظمى 24 وصغرى 16 الفيوم العظمى 20 وصغرى 9 بنسويف العظمى 20 وصغرى 8 المينيا العظمى 20 وصغرى بتسجل 7 هنروح لأسيوت العظمى فيها 21 وصغرى 7 سهاج العظمة فيها كمان 21 وصغرى 8 قناء العظمة 22 وصغرى 9 لقصر العظمة 23 وصغرى 10 أسوان العظمة 25 وصغرى 11 الوادي الجديد العظمة 22 وصغرى 8 شلاتين العظمة 24 وصغرى 12 وأخيرا حلايب العظمة 22 وصغرى بتسجل 12 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدين دلوقتي هنرجع لأحمد والجمعنا عشان يكملوا بقية فقرة صباحة خيري عاصر شكرا لك شكرا جزيلا